من سويسرا نكمل سويسرا تستضيف أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ويبحث المشاركون في أعمال المنتدى خلال أيام عدة والتي تعقد في دافوس ملفات وقضايا أضحت ملحة أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا والتغيرات المناخية بالإضافة إلى أزمة سلاسل التوريد وأمدادات الطاقة والأمن الغذائي ومع انطلاق أعمال المنتدى دقت منظمة أوكسفام ناقوس الخطر محضرة من أن نحو مليون شخص في العالم سيموتون جوعا بحلول النهاية العام الحالي ومن جهته دعا رئيس برنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي رجال الأعمال وأصحاب الثروات الكبيرة إلى تكثيف المساعدات مع تزايد الخطر العالمي لانعدام الأمن الغذائي فما هي البرنامج المطروحة على طاولة منتدى دافوس لحل أزمة الاقتصاد والأمن الغذائي وتعثر سلاسل التوريد في العالم انطلقت أعمال منتدى دافوس بمشاركة 2500 شخص من مسؤول السياسة والأعمال والمجتمع المدني من دول العالم يأتي انعقاد هذا المنتدى هذا العام بعد اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من دخولها الشهر الخامس ومن المقرر أن يناقش المجتمعون ملفات عدة أبرزها جانب طبعا أو بجانب الحرب الروسية جائحة كورونا بالإضافة إلى التغيرات المناخية وأزمة سلاسل التوريد وأمدادات الطاقة والأمن الغذائي منظمة العفو الدولية من جانبها لفتت إلى أن المنتدى يعقد هذا العام واستعاصف من الأزمات المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكدة أنه يجب بحث جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا بجانب الملفات الطارئة كالمناخ والفشل في ضمان إمكانية الحصول على اللقاح في بعض الدول من العالم كما دعت المنظمة الدولية الأغنياء في العالم للمشاركة في إنهاء الأزمات التي تعصف بدوله وتزامنا مع انعقاد منتدى دافوس أظهر تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية أن 573 شخص باتوا من أصحاب المليارات الجدد خلال جائحة كورونا بمعدل كما نرى هنا مليار جديد تقريبا كل 33 ساعة وتوقعت المنظمة أن يسقط هذا العام أو في هذا العام 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المطقع بمعدل مليون شخص كل 33 ساعة تقرير أوكسفام الدولية أكد أنه في الوقت الذي يستغني ملايون البشر عن بعض وجبات الطعام ويوقفون التدفئة في منازلهم ويتخلفون عن سداد الفواتير هناك على امتداد شرق إفريقيا من المرجح أن يموت تجوعا شخص واحد كل دقيقة ترى منظمة أوكسفام أن الحلول الممكن تطبيقها للمساهمة في القضاء على الفقر تكمن في فرض ضرائب تضامن لمرة واحدة على المكاسف الاستثنائية التي جنها أصحاب المليارات من جائحة كورونا ودعم الأشخاص الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف الغذاء والحياة بجانب سن قوانين لإنهاء التربح من الأزمات وفرض ضربة مؤقتة على فائض الأرباح بنسبة 90% بجانب كبح جماح الثراء الفاحش والقوة الاحتكارية ينضم إلي من مدينة نيويورك الأمريكية جيمس هامري الخبير الاقتصادي الأمريكي ومعي من لندن ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في مؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام مرحبا بكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أبدأ معك ضيفي من لندن أستاذ ماكس أود أن أخذ من قراءة اليوم سريعة تضيف على ما طرحته وأنا قبل قليل من تقارير وما تفضلت بي أوكسفام عن الظروف العالمية التي يعقد فيها منتدى دافوس ما هو التأثير اليوم والتوافق ما بين ما يطرح في أجندة المنتدى ومستوى تأثير الأحداث العالمية على هذا المنتدى في هذا التوقيت الحساس واضح أن هذه هي المرة الأولى أصحاب المليارات اجتمعوا شخصيا منذ ما قبل الجائحة وأعتقد أن العنوان في هذا العام هو شيء يمكن أن نقوله وهو بالتأكيد هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة عقود نرى فيها هذه الزيادة الكبيرة في الثروة والتي حدثت خلال الجائحة وفي الوقت الذي كان فيه زيادة كبيرة في معدلات الفقر في العالم كل ثلاثين ساعة منذ بداية الجائحة رأينا مليونير يتكون وأيضا في نفس الثلاثين ساعة نرى مليون نسمة أو مليون نسمة يصبحون فقراء هناك شيء لا يتحدثون عنه كما تود أوكسفام وهي زيادة الضرائب على الأغنياء أصحاب الملايين وعلى الشركات لتقليص هذه الأرباح واستخدام العوائد لإطعام الجائعين هذا ما يجب أن يحدث ضرائب على الأغنياء هل نحن طبعا إلى ضيفي من نيويورك سيد جيمس هل نحن اليوم نعيش نتائج فشل المؤتمرات المتلاحقة العالمية الاقتصادية إذا ما نظرت إلى أجندة منتدى دافوس على مدى السنوات الماضية تناقش الكثير من القضايا التي كانت من المفترض أن توصلنا إلى الازدهار والرخاء إنهاء الفقر اليوم توزيع الثروات بشكل عادل ولكن لا نرى ذلك هل تفشل هذه المؤتمرات؟ هل يفشل دافوس؟ لا يبدو أن هذا إنجازاً هم يعقدون هذه المؤتمرات في دافوس منذ عقود وآخر أو هذه هي المرة الأولى منذ سنوات في هذا الوقت يتطرقون لعدد من القضايا مثل عدم المساواة التي تحدث عنها الضيف هناك أناس كثيرون يتعافون من الجائحة وهناك جلسات حول اللقاحات التي تطورت ولكن من ناحية تطوير مقترحات ملموسة للتوصل إلى حلول هؤلاء بعض أغنى الناس في العالم هناك ألف وخمسمائة طائرة خاصة وصلت إلى دافوس وهذا لا يساهم في حل أزمة المناخ هناك حوالي خمسة آلاف حارس شخصي والجيش السويسري يحرسهم هناك تجارب مختلفة في دافوس لنا معها منذ سنين أيضا السجل أصبح أكثر سوءا التغير المناخي عدم المساواة والجائحة لا يمكن أن نسمي هذا إنجازا لا أعتقد أو دافوس هي عبارة عن جلسة يحضرها أناس لهم نفوذ والإعلام العالمي والمنظمات الإعلام العالمي يحب ذلك وأوكسفام ومنظمات أخرى تذهب إلى هناك لجمع تبرعات ولكن في نهاية المطاف نحتاج إلى الحكومات لحل المشاكل واعتماد تشريعات في الولايات المتحدة وجهنا الصعوبة في الوصول إلى أي إصلاحات ضريبية كما وصفها الضيف من الكونغرس وهنا يجب أن نتطرق إلى المشكلة دافوس لا ينظم الناس لأن ينزل إلى الشارع والمطالبة بالتغيير هذا عبارة عن جلسات حديث وهذا كل ما نتوقعه أستاذ ماكس أنت مطالب برد تذهبون إلى دافوس لجمع الأموال لجمع التبرعات هل الأسباب هنا تنتقد النتائج؟ للسجل أكسفام ليس لها أي اهتمام في جمع تبرعات في دافوس لدينا تذكرة مجانية نستعملها وإلا سندفع خمسين ألف دولار للوصول إلى هناك نحن نجذب الانتباه في دافوس لعدم المساواة في العالم والضيف على حق هذه مجرد جلسات ثرثرة أو حديث ولاحظت في آخر سنتين ونصف أنه بدون دافوس أصحاب الملايين حققوا ثروات ضخمة والعالم لم يلاحظ ذلك العالم كان مشغولا بالجائحة ودافوس تقدم شيئا وأنا غير متأكد من ذلك أنه مجرد مضيعة للوقت وهم مصدر المشكلة وليس مصدر الحل ولكن الإعلام هناك ونذهب إلى هناك للتركيز على عدم المساواة الاقتصادية ونذهب لجذب الانتباه إلى الفجوة الضخمة بين الأغنياء وباقي المجتمع جذب انتباه من تودون جذب انتباه من أنت على حق الحل هذه المشاكل على مستوى الحكومة الوطنية وهذا ما قاله أستاذ جيمس قبل قليل أود أن أسمع منك أستاذ ماكس أنت رئيس قسم السياسات في مؤسسة الإغاثة العالمية أكسفاب أود أن أسمع منك عن طبيعة الاجتماعات واللقاءات التي أجريتموها مع أصحاب القرار على مستوى الفترة الماضية حتى لا يقتصر فقط دوركم على الإضاءة على الفجوة ما بين الأثرياء والفقراء لا يقتصر فقط دوركم على الإضاءة عن أن هناك عدد كبير من الناس سيكونون في فقر مطقع قريبا هل التقيتم بصناع قرار؟ هل قدمتم مقترحات مباشرة لصناع قرار؟ وماذا ستقدمون لاحقا؟ نعم ثلاث اقتراحات وكلها تتمحور حول موضوع الضرائب هناك ضرائب تضامنية طارئة على الأغنياء ونريد أيضا ضرائب على الثروة لا نعتقد أن هذا يتقرر في ديفوس ولكنها لحظة للتأثير على الرأي العام العالمي خاصة في الدول الغنية وجذب الانتباه إلى الفجوة بين الفقراء والأغنياء ومحاولة تضييق هذه الفجوة التغير يجب أن يحدث من جانب الحكومة ديفوس ليس هو المكان وليس له أي سلطة في صنع القرار أنا أسألك أنتم لمن أنتم هل تقيتم فعلا هل قمتم بمجهود تسمح لي أن أعذرني لا أود أن نضغط بهذا الاتجاه ولكن أود أن أسمع عن جهود حقيقية تسمح لي أن ننتقل لأستاذ جيمس لأن وطلنا على أستاذ جيمس ما رأيك أستاذ جيمس اليوم هل يمكن أن تزغي الحكومات والدول وأصحاب القرار إلى اقتراح من هذا النوع فرض ضرائب على الأغنياء يعني لربما هذا من أكثر من أكثر ما يبدو مستحيلا في كثير من الدول ما رأيك أستاذ جيمس بما تقدم أكسفان من حلول أولا أنا أحيي جهود أكسفان وأنا لا ألومه وأضم صوتي إليك أيضا لمحاولة جمع التبرعات عليه من ينتهز الفرصة أنا لا أقول ذلك ولكن النقطة هنا هي الكثير من التغيرات التي نتحدث عنها هي هيكلية ومنهجية ليس فقط في سياسات الضرائب وإنما أيضا في توزيع اللقاحات المجانية التكنولوجيا يجب أن توزع على الدول الفقيرة مثلا هذه القضايا تشكل تعارض في المصالح هنا إحدى المقاربات التي اعتمدناها في آخر عشرين أو ثلاثين سنة لحل المشاكل الهيكلية كانت عقد مؤتمرات ليحضرها أصحاب النفوذ ومحاولة تنظيم المواطنين العاديين في الدول لفهم هذه القضايا وللضغط على المسؤولين المنتخبين في حالة الدول التي فيها أنظمة ديمقراطية أو حتى حكومات أخرى مختلفة وهذه الحاجة لتنظيم القاعدي أو الشعبي ضرورة مؤتمرات مثل دافوس والتي تأتي وتروح إلى الأبد لأن الناس يحبون النظر على أنفسهم هذا لن يحل المشكلة السياسية أبدا هل أنت مع محاولة إعادة ترتيب هذه العلاقة اليوم شكل النظام العالمي أستاذ ماركس سأعطيك بعد قليل مجالا للرد أستاذ ماركس ولكن أستاذ جيمس هل تعتقد أنه يجب مناقشات محاولة تغيير شكل النظام والعلاقات ما بين الدول اليوم على مستوى العالم لأن الكثير من المفاهيم تغيرات وتلك المرتبطة بالفقر والثراء والأثرياء في مكان معين هم فقراء في مكان آخر حتى ولو كان هناك معيار عالمي موحد يعرفهم الآن ولكن طبيعة العلاقات ما بين الدول هل يجب مناقشتها وتغييرها ورسم نظام عالمي جديد بدقيقة أو سجيل أعتقد أن هناك حاجة ماسة للوصول إلى مقترحات محددة كما بدأ ماكس في تحديدها ووضعها على الطاولة والحديث كثيرا عنها دافوس يمكن أن يوصل هذا إلى الجمهور هذا رائع أحب أن أضيف إلى القائمة فكرة ضريبة أو حد أدنى من الضرائب على المعاملات المالية والاتجار الذي نراه في هذه الأسواق في البورصة مثلا هذه مقترحات ملموسة يمكن أن نأخذ عائداتها للدول النامية 200 مليار دولار في السنة العالم لم يستطع أن يعثر عليها منذ أن وعد بعمل ذلك في 2016 فكرة مقترحات ملموسة شكرا نستجيش ننتظم حولها ونحصل على دعم لها هي الطريق إلى الأمام بدلا من مؤتمرات منظمة شكرا أستاذ ماكس دقيقة ونصف تبقى تفضل إن كانت أي ردوة تعليق على مطرح أستاذ جيمس أنا أتفق مع جيمس الحل موجود لفترة طويلة ولكن ما نفتقده في العالم هو سياسيين يستمعون إلى الناس وإلا لن تكون هناك حلول في ديفوس فهؤلاء هم الرابحين الأكبر في آخر 30 سنة وفي آخر 3 سنوات على وجه التحديد حصلوا على أموال في 24 شهر أكثر مما حصلوا عليه في 23 سنة هذه لحظة تاريخية ونود أن نرى التغيرات وما يجب علينا عمله هو إظهار عدم التساوي هذا أمام العالم شكرا جزيلا لك ماكس لايشتون رئيس قسم السياسات في مؤسسة تأليغة العالمية أوكسفام وشكرا لك من مدينة نيويورك الأمريكية جيمس هنريا الخبير الاقتصادي الأمريكي ترجمة نانسي قنقر